أصدر الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق بياناً بمناسبة ذكرى سنوية لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهد المهندس رافضاً العبثة بسلاحهم وقال إن حضورنا اليوم في الميدان هو بيع لله والرسوله والمؤمنين المقاومين كما أنه رسالة تفويد أن يعجلوا بالثائر فدمنا ما زال يغلي وأضاف لن ندخل اليوم إلى سفارة الشر أي السفارة الأمريكية ولن نطيح بهذه الحكومة فما زال في الوقت متسع لقي 11 عاملاً مصرعهم وأصيب آخرون بجروح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم في مقاتعة بلوشستان جنوبي غربي باكستان وفقاً لما ذكرته وسائل أعلام محلية وقالت الشرطة إن مسلحين اقتادوا عمال المناجم إلى الجبال القريبة حيث أطلقوا النار عليهم وأكدت الشرطة مقتل 11 شخصاً فيما أفادت الأنباء بأن عدداً من الجرحة في حالة حريجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة